نحن مارسنا المعارضة لفترات طويلة جدا ربما نكون معارضين جيدين لأن معظم نحن معارضين ولكن عندما نتقلط السلطة ليس لدينا خبرة أساسية لممارس هذه السلطة الدولة العميقة في السودان الدولة العميقة موجودة بأشكال مدنية وعسكرية ظهر لأول مرة للعلن فيما يسمى بالكتاب الأسود ليس له مؤلفين هذا الكتاب الأسود قام بتفصيل كيفية احتكالية السلطة من ناحية إثنية وقبلية في السودان كتاب حقيقي كتاب حقيقي مسمى الكتاب الأسود ولا يعرف المؤلفون الذين كانوا يستعجلون الانتخابات هم سدنة النظام القديم لأن لديهم المال كانوا ثلاثين عاما منظمون بشكل أفضل وبكل تأكيد سوف يأتون في هذه الحالة بكل وضوح أقول هذه لأنه ليس من الحكمة هل معقول أن الشعب الذي ثار عليهم والتفى بالملايين حول قوى الحرية والتغيير والتجمع المهني سيأتي وينتخبهم مجددا كانوا يضعون المعارضين في بيوت الأشباح كل أشكال التعذيب من يقوم بتعذيبنا نحن المدنيين المناطلين ضد النظام سودانيون لا نستورة مجرمين لدينا مجرمين محترفين من أبناء بلادنا لا يمكن أن نقول بأننا لم نساهم بترحيل الفلاشة في زمن النظام النميري من الحبشة من أثيوبيا إلى فلسطين لقتل الفلسطينين هذه أخطاء ارتكبت حكومتنا النظام النميري فقمنا بترحيل اليهود الفلاشة الذين بعض منهم حاليا يقتلون الفلسطينين هذه أخطاء ارتكبناها ونعترف بذلك هذا ما يعتقد الكثير من السوداني خطأ كبير أنت ماذا تعتقد؟ لدينا اليوم محام وناشط حقوقي وقانوني سوداني رئيس أكثر من مرة رابطة الحقوقيين والمحاميين السودانيين في بريطانيا ومتابع باهتمام لكل الانتهاكات التي تجري سابقا وحاليا في السودان ولكنه يرى في ذلك بصيص أمل لمستقبل أفضل للسودان رغم الفاتورة العالية التي تدفع من دماء أبنائه حاليا سنتابع ذلك في الحديث معه في هذه الحلقة من بودكاست عرب التي يمكنكم متابعتها عبر منصتنا في يوتيوب ومختلف منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البودكاست المختلفة أبو بكر آدم محامي وقانوني وناشط حقوقي ورئيس سابق لجمعية المحامين السودانيين حدثنا عن نفسك قليلا طيب تحية لك الأستاذ عدنان والتحية لكل المشاهدين اسمي أبو بكر عبد الله آدم أنا قانوني درست في المغرب اتخرجت من كلية الغانون في جامعة محمد الخامس ودرست بطرس سلك الثالث في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضى ثم أتيت إلى بريطانيا ودرست قانون هنا في جامعة بي 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 لوي سكول في لندن وعملت مستشارا قانونيا في مجموعة من المنظمات قبل أن ألتحق بالحكومة المحلية التي عملت فيها مستشارا قانونيا لعدة سنوات وحاليا أدير أحد الإدارات في لندن إدارات في الحكومات المحلية هنا في لندن على المستوى السياسي أنا ناشط سياسي مهتم بقضايا حقوق الإنسان كنت رئيسا لرابطة الغانوني المحامين السودانيين في بريطانيا لدورتين متتاليتين وأعمل في مجال الإعلام لدي عدد كبير جدا من المقالات المكتوبة والمنشورة بالإضافة للمشاركات والمناغشات التلفزيونية في قنوات مختلفة مهتم بالقضايا حقوق الإنسان بشكل أساسي في السودان وفي الدول العربية والإسلامية أيضا في كل العالم لأنها هي قضية أساسية أيضا مهتم جدا بمسألة العدالة والديمقراطية والمساواة رغم فضاعة ما يجري في السودان حاليا إلا أنه تقريبا شبه غائب عن الإعلام لماذا؟ حقيقة أن ما يحدث في السودان هي مآسي أو سلسلة مآسي متواصلة ولكن هناك أحداث لاعتبارات كثيرة تزامنت مع الأزمة الموجودة في السودان خاصة المأساة التي تحدث في فلسطين فانتباه العالم لأسباب متعلقة بالبعد التاريخ للقضية الفلسطينية ولطبيعة الانتهاكات الموجودة هي كلها انتهاكات في نفس النوع لكن اختلاف في الدرية وأيضا لأعوامل أخرى يعني متعلقة بطبيعة الموقع السودان وعدم الاهتمام الإعلام العربي بشكل عام في قضايا السودان لهذه الأسباب نشاهد أن هناك عدم اهتمام بالقدر المعقول بالقضية السودانية خصوصا في المجتمع العربي ولكن هذا لا يعني بأن الاهتمام الغربي بالسودان كبير جدا لأسباب أيضا متعلقة بالموقع الجغرافي أسباب متعلقة بموارد السودان نحن نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قانونا أمريكيا في سنة عشرين قانون الشفافية والتحول الديمقراطي في السودان فهو قانون أمريكي متعلق بالسودان وهناك أمر تنفيذ من أمريكا أيضا متعلق بالسودان هناك عدد كبير جدا من الزيارات تسنى هذه الأزمة من مسؤولين غربيين وأيضا نلاحظ أن بعض الدول العربية حاولت والإقليمية مثلا والمنظمات الإقليمية أيضا تدخلت في الأزمة السودانية هناك درجة من الاهتمام ولكن ليس بالقدر الذي تستحقه القضية في حد ذاتها ما الذي يجري في السودان؟ هذا سؤال عميق وكبير له بعد تاريخي وأيضا إلامس الآن السودان لفترة طويلة جدا يعاني من عدم الاستقرار السياسي الحكومات دائما حكومات عسكرية والسودانيون لديهم شغف كبير للديمقراطية والحرية عندما حصل السودان على استغلاله سنة ستة وخمسين بعد عامين كان هناك انقلاب عسكري ثم حروب بين الشمال والجنوب استمرت منذ ذلك التاريخ حتى انفصال الجنوب سنة 2011 ثم تمكن السودانيون بفعل ثوري وطني سلمي لإزالة النظام العسكري سنة 1964 ولكن للأسف الشديد لم تستمر الحكومة الديمقراطية أكثر من أربعة عوام أو خمسة عوام حيث جاء انقلاب النميري سنة 1969 واستمر نظام ديكتاتوري أخير لمدة ستاشر عام مرة أخرى انتفض الشعب السوداني التواغل الديمقراطية والحرية وبثورة سنة 1985 فهذه الثورة لم تستمر أكثر من أربعة سنين ليأتي انقلاب عسكري آخر سنة 1989 انقلاب البشير والذي استمر لمدة ثلاثين عاما وأخيرا بدأ الشعب السوداني عملية تحقيق حلمه في الديمقراطية بثورة سنة ديسمبر 2018 هذه الثورة كانت عميقة وكانت أصيلة وكانت العكاس لتحولات اجتماعية حقيقية تعبر على قدرة الشباب لأن الشعب السوداني أكثر من 65% من السوداني الشباب أقل من عمر 35 سنة ولكن كما تعلم أخي عدنان المنطقة غير مهيئة لقيام نظام ديمقراطي فالتآمر تم من الداخل ومن الخارج وتمت فرملة التحول الديمقراطي في السودان بانقلاب انقلاب كان طرفيه هم الطرفان المتحاربان الآن تم هذا الانقلاب في يوم 25 أكتوبر سنة 2021 هؤلاء عندما جاءت السورة تم التوافق بين المدنيين والعسكريين على أن يكون هناك نظام يشاركون في السلطة مدنيين وعسكريين ولكن العسكريون الذين حكموا السودان كما ذكرت لك كل هذه الفترات لم يكن راضيين بأن يشاركهم السلطة المدنيون لذلك قرروا الانقلاب على المدنيين يوم 25 أكتوبر سنة 2021 العسكريون مقسمون إلى اثنين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي أصبحت مؤسسة رسمية بقانون سنة 2017 يقود القوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقائد القوات المسلحة هو البرخان كان هناك نوع من الاحتقال لأنهم الاسنان يشعران بأنهما كل منهما يعتقد نفسه هو القائد الأساسي وكان هناك تراكم لخلافات رغم أنهما اتفقا على إزالة المدنيين إلى أنهما لم يكونوا على التوافق على من يدير الدولة عمليا هناك تناقضات كثيرة بينهما ولذلك ظهرت هذه التناقضات وترجمت بالحرب التي حصلت حاليا هذه الحرب بين الطرفين كانت شركاء مع المدنيين ثم ينقلبوا على المدنيين ثم لم يتمكنوا من الاستمرار في التفاهم بينهما لأن أي منهما ينزع للسلطة هذه التناقضات مع وجود تناقضات أخرى من أعضاء النظام القديم رغم أن التحول الذي حدث في صورة 2019 هو تحول ديمقراطي ولكن كل قديم كل جديد يحمل في دواخله نوع من القديم فما زال عناصر النظام القديم موجودين وساهموا في تفجير هذا الصراع ولذلك بدأت التوترات منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 بين الطرفين أو الأطراف الثلاث ووصلت نوع من المناوشات حتى أدت إلى الحرب التي انفجرت في السودان يوم 15 أبريل 2023 دعنا نقف عند هذه النقطة ونذهب إلى حيث ممارسات المدنيين الذين تقلدوا زمام السلطة بعد إسقاط نظام البشير والتحالف الذي قادوه مع العسكريين هؤلاء المدنيين من الذين اختاروهم؟ كانت لهم شرعية الحقيقة عندما بدأت الثورة ككل الثورات هي الثورة في نهاية المطاف هو ترجمة لرغائب الشعب السوداني فالشعب السوداني الشباب بشكل أساسي تحرك أكثر من مرة قبل سنة 2017 كان لابد من وجود وسيلة تعبر عن الشعب السوداني هو أي ديمقراطية لا بد يكون ممثلين الشكل التغليدي أن يتم انتخابهم ولكن في هذه الثورة كانت هناك تجمع المهنيين ممكن أن في بداية الثورة تكون هناك تجمعات سواء نقابية أو مهنية تتسيد المشهد ريثما تستقر الأمور ولكن ألا تعتقد أنه عاما إثر عام تواصلت عملية إمساكهم بزمام السلطة عملية إمساكهم بزمام السلطة دون تحديد حتى موعد لانتخابات لم نصل لتلك المرحلة لأن تجمع المهنيين عندما قادت الثورة وهو تجمع لنغابات مهنية ومن ثم جاءت مجموعة من الأحزاب المعروفة عن قوى الحرية والتغيير كانت في البلاد لهم شرعية حقيقية كل الشعب السوداني التفى حول قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين والمظاهرات التي تمت في تلك الفترة مظاهرات مليونية كانوا كلهم مقتنعون بذلك هذا التجمع وقوى الحرية والتغيير فقدت شرعيتها لحد ما أثناء ممارسة السلطة فهذا التجمع فاوض على ممارسة السلطة بالتقاسم مع العسكريين هذه كانت أولى المشاكل لأن الكثيرون اعتقدوا بأن يجب أن لا نتفق مع العسكري في تلك المرحلة في الاتفاق الذي حصل في أغسط سنة 2019 يجب أن لا يتم هذا الاتفاق كان الكثيرون يعتقدون أو البعض يعتقدون بأنه لا بد أن تصل الثورة إلى نهاياتها المنطقية باختلاع النظام كاملا بمعنى لا وجود للعسكريين حكومة مدنية كاملة ولكن تم ما يسمونه بالهبوط الناعم صفت العلي 30 عاما كل من بالسلطة عسكري يعني ألا يوجد مؤسسات مدنية ألم ترى أن كان هناك تعصف في إسقاط الجميع في إقصاء الجميع هل تنجح ثورة عندما تقصي كل من هو موجود على أمل أن تأتي بجديد هي الثورة بطبيعتها تغيير جزري عندما نقض ثورة هناك فرق بين تغيير إصلاحي بمعنى أنه يستمر النظام القديم مع إجراء بعض الإصلاحات هذه المسألة تمت محاولاتها خلال التالي سنة في السودان ولم تكن ناجحة وأتت هذه الثورة للقضاء على كل القديم ولكن اتفق معك بأنه لا يمكنك أن تغضي على كل القديم بطبيعة الحال الجديد يحمل في دواخله نوع من القديم هذا الشيء موجود ولكن مؤسسات الدولة ليست يعني مؤسسات الدولة هناك مؤسسات تم فيها التمكين بمعنى أن النظام الذي نظام الثلاثين عام نظام البشير قام بفكرة التمكين ومشروع لتغيير المجتمع بكيفية محددة وتمكين المؤتمر الوطني أو ما نسميهم بالكيزان تمكينهم في كل مفاصل الدولة في الجيش في الخارجية حتى تسمية الكيزان البعض رأى فيها تسمية إقصائية تسمية فيها شكل من أشكال زيادة الفرقة في البلد الواحد لا بد من توصيف الأشياء بطبيعتها في السودان هناك تيارات دينية كثيرة لديها دوار مهمة وطواف دينية مختلفة ولكن الكيزان بالنسبة للسودان هي مجموعة سياسية انتهازية بامتياز كانوا كلهم في جسم واحد تمت مفاصلة بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني انفرد بالسلطة المؤتمر الوطني قام بعملية التمكين بمعنى أنك لا يمكنك أن توصل لبعض المناصب ما لم تكن جزءا منهم هذا هو الإقصاء تم إقصاء كل الوطنيين في بداية الانقلاب بتاع البشير يأتيك مظروف في مكتبك الصباح ويتم الاستقناء عنك آلاف الموظفين آلاف القضاء آلاف العسكريين تم إقصائهم من عملين في ليلة واحدة ولذلك عندما جاءت جاء من تسيد السلطة في 2019 بعد إسقاط النظام بثورة والبعض رأىها أيضا انقلاب لأنه أيضا جاءت في عسكريين انقلبوا على عسكريين تم استخدام نفس الأدوات ولكن بآلية مختلفة هذا يختلف في مسألة المسألة التي تمت مثلا في العراق مسألة إزالة البعسين وبالشكل تم فيه في سودان شكل مختلف اتفق السوار على تكوين لجنة إزالة التمكين هذه لجنة شبه غضائية عند سلطات النيابة العامة تقوم بالتحقيق وكشف الفساد الموجود وإبعاد هؤلاء ولكن هناك عدد حتى لماذا لم تنجح هذه السورة لأن عناصر النظام القديم كان وما زال موجودين في كل مفاصلة الدولة لا يمكن فقط نعم يعني عدم النجاح فقط مرتبط بعناصر النظام القديم ألا تعتقد أن هناك أيضا أياد خارجية عبثت ولا زالت من أول يوم كانت فيه تلك الثورة وكانت تتدخل في قراراتها نعم بكل تلك هذا واحد من العوامل ولكن البعد الخارجي كان أساسا لأن الثورة السودانية أتت لتحقيق الديمقراطية في بيئة عربية وأفريقية غير مهيئة لاستقبال أي تيار ديمقراطي هل تتخيل أخي عدنان إذا نجحت الديمقراطية تأسى الديمقراطية في السودان كيف يكون موقف جيرارنا في الشمال وفي الغرب وفي الجنوب وبعض البحر الأحمر ديمقراطية حقيقية موجودة في منطقة استراتية مثل السودان سيكون لها تأثير كبير جدا على الدول المجاورة التي تغيب فيها هذه الديمقراطية وهناك البعد الخارج موجود وهناك البعد الداخلي موجود حتى هناك ضحف من النخبة التي كانت على السلطة لماذا يقبل الثائر المثقف المهني النقابي الذي خرج لأجل الديمقراطية لماذا يقبل أن يكون قراره مرتهنا بالخارج وليس مسألة الارتخان لم تعد العلاقات الدولية كما كانت التأثير الخارج كل الدول تتأثر بدرجة أخرى من دول أخرى حتى بريطانيا حتى أمريكا فالتأثير موجود لكن كيفية التعامل مع هذا التأثير يتوقف على الوعي السياسي نحن للأسف حتى للسياسيون الذين أتوا إلى السلطة خبرتهم في ممارسة السلطة طعيفة ذكرت لك تاريخ السياسي في السودان لم نكن للسياسيون حظا كافيا لممارسة السياسة نحن مارسنا المعارضة لفترات طويلة جدا ربما نكون معارضين جيدين لأن معظم نحن معارضين ولكن عندما نتقلط السلطة ليس لدينا خبرة أساسية لممارسة هذه السلطة نحتاج أن نمارس السلطة لأننا نتعلم بالممارسة الدمقراطية بارتكاب الأخطاء نحن ارتكبنا عدد كبير جدا من الأخطاء عندما أقول نحن نحن كالسودانيون وكالثوار عندما نجح السورة 2018 كانت هناك كثير من الأخطاء وما زلنا نرتكب الأخطاء حاليا في التحالفات التي نقوم بها ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة لممارسة وتحقيق الدمقراطية هي مزيد من الدمقراطية مزيد من الممارسة مزيد من الأخطاء فالتأثير الخارجي موجود وتم التعامل معه ولكن أثر على غراره نعم هل هناك بعض الذين ارتهنوا ربما هل يمكن أن نتجاوز ذلك بكل تأكيد سنتحدث عن هذا بالتفصيل ولكن ذكرتني هنا بطرفة متداولة في السياسة البريطانية ومشهد حقيقي عندما كانت تيريزا مي رئيسة الحكومة وديرمي كوربين زعيما للمعارضة فقالت له عبارة ذهبت مثلا قالت له أنا متأكدة أنك قادر بل أنت أنجح مني على قيادة مظاهرة يشارك بها مئات الآلاف في الشارع لكن الفرق بيني وبينك أنك تقود مظاهرة وأنا أقود بلد طبعا هي ليست تمجيدا لها لكن فعلا عمليا ممارسة المعارضة والظهور في الشارع وقيادة الاحتجاجات تختلف كثيرا عن التعامل مع أجهزة الدولة ومنفاصل الحكم المختلفة بكل تأكيد لأنه نحن مثل جيرمي كوربين هو دائما نائب برلماني معارض صوته مسموع لديه عدد كبير جدا من الناس لكن عندما أصبح رئيسا لحزب العمال لم يكن على قدر إدارة الدولة أو إدارة الحزب كامل فهذه الإشكالية لأنه محتاج لخبرة في إدارة عميقة داخل الحزب حربته وفي كل مكان هناك مصطلح الدولة العميقة أين هي الدولة العميقة في السودان؟ الدولة العميقة موجودة بأشكال مدنية وعسكرية تجلياتها تختلف مثلا هناك جوانب أخرى في السودان بصراعات اجتماعية وهناك هيمنة فئات معينة على دوالب الدولة يعني إذا قمنا بتحليل اجتماعي للمسؤولين السودانيين مثلا في القوات المسلحة نظرنا إلى المرجعية الثغافية والقابلية للقيادات العليا في القوات المسلحة سنجد أن ربما 80-90% من منطقة لا تتجاوز ربع لندن أي منطقة؟ منطقة في شمال السودان ومثلا إذا نظرنا إلى اسمها؟ الشمالية يعني أولايات يعني بدون تحديد يعني جزء محدد من السودان إذا نظرنا أيضا إلى بشكل عام يعني من مناطق الشمال منطقة محددة يعني منطقة صغيرة يعني مناطق الشمال لكن مناطق صغيرة أنا أتحدث عن الجانب الاجتماعي إذا نظرنا إلى القوات المسلحة الاستخبارات إلى الدبلوماسية كل هذه هناك نوع من الهيمنة هي ليست جريمة لأنها تمت صدفة تاريخية وعوامل تاريخية عديدة بمعنى أن التعليم أتى من الشمال أتى في الشمال أولا ليست محاصصة قبلية؟ هي هيمنة نتاج لعوامل تاريخية ومن ثم الدولة العميقة استطاعت أن تحتكر هذه مثلا عندما بدأ السودان كل التعليم والاستنارة أتى عبر البوابة الشمالية وكان أول المتعلمون في السودان هم الشماليون وبالتالي هم كانوا مسيطرين على دوالب الدولة وعندما جاءت سودانة أعتقد أن جنوب السودان الذي انفصل حاليا وهو شكل ربع السودان لم يكن الممثلين فيه أكثر من ثلاثة وكل الباقين من الجزء الشمالي من السودان هذه ليست خطأ أي شخص لأنها صدفة تاريخية ولكن الخطأ أن هذه النخبة لم تنفتح على الجهات الأخرى لم توسع التعليم بل استمرت بهذه الهيمنة وشكلت ربما ما تسميه بالدولة العميقة لأنهم تم احتكار السلطة وقفلها وابعاد الآخرين لذلك نجد المبعدين المقصيين من دارفور ومن شرق السودان ومن جنوب السودان يعانون بأنهم يجدون أنفسهم خارج دائرة السلطة باعتبار أن لا يمكنك أن تدخل للكلية الحربية إلا إذا تم تثنيت أحد الضباط وهناك مناطق كاملة ليس فيها ضابطا واحد حتى يقوم بتثنيتك وهناك آليات موجودة هي تقوم بإدارة الدولة أفردت هذه المسائل وهذه واحدة من الإشكالات التي ظهرت حاليا في السودان أن الصراع المسكوت عنه هذه المسألة التي أقولها هي من المسائل المسكوت عنها ظهر لأول مرة للعلن فيما يسمى بالكتاب الأسود ليس له مؤلفين هذا الكتاب الأسود قام بتفصيل كيفية احتكارية السلطة من ناحية إثنية وقبلية في السودان كتاب حقيقي كتاب حقيقي مسمى الكتاب الأسود ولا يعرف المؤلفون فقام هذا الكتاب بتفصيل من هم في القوات المسلحة فمثلا وجد أن 90% من من هم في القوات المسلحة هم من 5-6 قراء أو في منطقة معينة في شمال السودان وجدوا أن كل مؤسسات الدولة من ناحية إثنية أن هذه الدولة كلها معتكرة من فئات مختلفة أنا ما أدعو إليها أنا أكره الخطاب القبلي لكن ما أدعو إليه أن أحيانا يكون التطورات التاريخية تؤدي إلى هيمنة نخب معينة على دوالب الدولة وما يجب أن يحدث أن هذه النخب يجب أن تفكر كيف تنفتح على المكونات الأخرى ومشاركتهم في السلطة هذه واحدة من الإشكالات الموجودة في السودان حاليا بدأ الناس يتحدثون عنها عندما شعروا أنه مثلا الواحد أنه منطقة شرق السودان منطقة كبيرة جدا نسبة التعليم بشكل معدومة ليست هناك مدارس كافية ليست لديهم مسؤولين في السلطة منطقة غرب السودان نفس الشيء حتى في شمال السودان هناك مناطق مهمشة بشكل كامل فهناك نخبة مدينية تصيدر على السلطة هذه واحدة من الإشكالات هذه هي ما أدت إلى انفصال جنوب السودان لأن الإقصاء السياسي والإقصاء من السلطة والثروة وعدم إمكانية حل هذه المشاكل بالسبل الوسائل السلمية نقول هذا العامل الداخلي الذي ساهم في انفصال جنوب السودان لأن هناك عوامل خارجية كثيرة وهناك بالأكيد اطماع كثيرة في خيرات السودان فتقسيم السودان وتشتيته يسهل على الآخر الاستفادة منه نعم هو حرب جنوب السودان واحدة من أطول الحروب في أفريقيا بدأت هذه الحرب سنة 1955 كم جهة تورطت في توريد السلاح لمناطق جنوب السودان طبعا عندما بدأت هذه الحرب تغيرت للمراحل معينة البعد الاجتماع الذي ذكرته ومسألة السلطة والثروة كعامل داخلي ساهم بشكل أساسي فشل النخبة السياسية في إدارة هذا الصراع ساهم أيضا ولكن البعد الخارجي له دوره شاهدناه في الاتفاقية التي أدت إلى فصل الجنوب كانت اتفاقية بإرادة أمريكية واضحة وإرادة إقليمية واضحة لفصل جنوب السودان ولكن إذا تمكنت من إدارة دولتك بشكل جيد البعد الخارجي يمكن تحييده العامل الخارجي يتدخل فقط عندما تكون ضعيفا وفاشلا وعاجزا عن إدارة الدولة هذه هي الإشكالية الأساسية أو إذا كنت متمردا على المنظومة الخارجية لأنه بالأخير الخارج يريد دولة تلبي رغباته إذا أنت تحديت هذه الرغبات يعني السودان هل ينكر أحد حتى بتلك الفترة من نظام البشير التي توجد عليها انتقادات حقوقية كثيرة وانتهاكات كثيرة يسجلها القاصي والداني والقريب والبعيد ألا نشعر أنه في تلك الفترة ضم معارضين تحدى الإرادة الأمريكية ساعد في دعم فلسطين ما أحد يستطيع إنكر ذلك ربما لا أتفهمك أستاذ عدنان هذه المزالغ التي دخلنا فيها بسبب نظام البشير أنا لا أعتقد أن النظام كان ضد الغرب في لحظة من اللحظات كان هناك تعارض النظام البشير قام بفصل عزل السودان حقيقة وورطنا في عدد كبير جدا من المشاكل نظام البشير هو الذي حاوله دعم فلسطين توريط للسودان لا لا ليس دعم الفلسطين كل الشعوب العربية والإسلامية تدعم الفلسطين بوسائل أكثر نجاعة مما فعل البشير 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 البدأ في محاولة اغتيال الرئيس المصري البشير لكن هذه ليست ثابتة لا ثابتة هذه ثابتة لا يعني الاتهامات متبادلة لكن ما في تحقيقات مستقلة هناك اعترافات من مجموعة كبيرة من من تورطوا في هذه العملية تم التصفية الذين قاموا بهذه العملية تم التصريحات من قيادات التنظيم الذي أدار هذه العملية من قياداتهم هم أنفسهم إنما تم الاختلاف بينهم بين المؤتمر الشعبي والوطني وهناك معلومات كافية السودان ورطنا أيضا فيه حتى في مسألة الإرهاب الموجود يعني مثلا القرامات يعني هذه مسألة الإرهاب مسألة نسبية لكن مثلا فيه قضايا متفق عليها مثلا كان السودان أكثر بلد مضياف للاجئين السوريين نعم السودان كان أكثر بلد مضياف للاجئين فلسطينيين نعم الآن إحنا في وضع في السودان في عنا أربعة إلى ستة مليون سوداني لاجئين في مصر الآن أوضاع أوضاع بالغة البؤس نعم هذه حقيقة لكن المأساة الحالية لا يعفينا من محاسبة الأخطاء الماضي بمعنى أنه نحن استضفنا السوريين والفلسطينيين لأنه بطبيعتنا السودانيون بطبيعتهم مفعلين بدرجة كبيرة جدا بالقضايا العربية انفعال حقيقي ويحزنهما يحزن أي إنسان موجود في الوطن العربي هذه طبيعة السودانيين لكن ارتكبنا الأخطاء لا يمكن أن نقول بأننا لم نساهم بترحيل الفلاشة في زمن النظام النوميري من الحبشة من أثيوبيا إلى فلسطين لقتل الفلسطينين هذه أخطاء ارتكبت حقومتنا النظام النوميري فقمنا بترحيل اليهود الفلاشة الذين بعض منهم حاليا يقتلون الفلسطينين هذه أخطاء ارتكبناها ونعترف بذلك لا نقول بأننا لم نتورط في بعض الجرائم نظام البشير ونظام النوميري ربما كان هناك استغرار السودانيون لا يراهنون كثيرا على أهمية الأمن على حساب الحرية والديمقراطية نحن غير آسفون تماما بزوال نظام البشير كل السودانيين لا شك أي بلد خاط ثورة ضد حاكم استقر في السلطة فترة طويلة لابد أن يعاني أزمات أمنية كثيرة وهذا ما نجده في ليبيا ونجده في أكثر مكان لكن الآن نحن نتحدث أو كأنني أسمع منك كلاما دائما إلقاء اللوم على تلك المرحلة أو على تلك الحقبة أو من تبقى منها في الدولة ولم يتم إقصاؤه فأثر على حساب أن يعني تقريبا وكأن أولئك المدنيين من التجمعات النقابية المهنية وغيرها ما ارتكبت أي خطأ لا هناك أخطاء وليس هناك اللوم لا بد من مراجعة الماضي للرسمة المستقبل فالمدنيون ارتكبوا أخطاء والحرب الحالية كيف بدأت هذه الحرب لأن المدنيون فشلوا بحد ما في إدارة السلطة هذه واحدة الثانية لأن العسكريون لديهم رغبة حقيقية للعودة بالسلطة بمساعدة سدنة النظام السابق ألا تشعر أن أولئك المدنيين داس التعبير من تلك القوى في قوى الحرية والتغيير والتجمع المهني كانوا يخشون الانتخابات إطلاقا لا ولذلك لم يحددوها مرمرور سنة أو سنتين أو ثلاثة ولا رضين يعنون الانتخابات أنا في تلك الفترة كنت مدافعا أنا لست حزبيا لكني كنت مدافعا تجمع المهنيين اعتباري مهني وقوى الحرية والتغيير في بداية الثورة لا أعتقد أنهم من الحكمة بعد ثلاثين عام من الحكم من قبل تيار واحد قام بتغيير كبير جدا عن مستوى المجتمع أن يتم يزالة هذا النظام وتدعو الانتخابات بعد عام غير معقول حتى بعد عامين بعد ثلاثة عوام هذه كان هناك بعد ثلاثة عوام أو أكثر كان هناك نغش هذه المسألة ولكن لماذا؟ ما هي الفكرة الأساسية؟ أنت تحتاج لتوضيح خطابك السياسي تحتاج لتنظيم إعادة التنظيمات السياسية نحن كمدنيين محرومون بشكل تام من ممارسة السياسة عدد كبير من المدنيين كانوا في بيوت الأجباح في التعذيب معظمنا معظم القيادات السياسية مهجرين فتحتاج لفترة معقولة لعادة ترتيب ذاتك كقوة سياسية لصياغة خطابك لتوصيل خطابك لوضع خارطة انتخابية لفتح مناقشات قبل أن تبدأ الانتخابات الذين كانوا يستعجلون الانتخابات هم سدنة النظام القديم لأن لديهم المال كانوا في 30 عاما منظمنا بشكل أفضل وبكل تأكيد سوف يأتون في هذه الحالة بكل وضوح أقول هذه لأنه ليس من الحكمة هل معقول أن الشعب الذي ثار عليهم والتفى بالملايين حول قوى الحرية والتغيير والتجمع المهني سيأتي وينتخبهم مجددا؟ هو كما تعلم أنه أنا أذكر هناك كتاب قديم صدر سنة 1919 لكاتب إنجليز شارلس يتكلم عن أوليجارشيا الأحزاب السياسية بمعنى أنه كل الأحزاب السياسية تتكون من أقلية حتى الأحزاب الديمقراطية لما نتكلم عن ثورة حتى الثورة ليست هناك مفهومة الثورة هي من المجتمع المدني والقوى الحديثة يعني مثلا نحن نتحدث عن ملايين السودان في 40 مليون أكثر من 40 مليون هناك أناس في الأرياف لا يعلمون عن الثورة الثورات تقوم بها القوى الحية في المدن في الخرطوم في المدن الكبرى أما الانتخابات فهي على كل السودان على 40 مليون كم علم أنه أيضا هناك نظرية في الثورة وفي التغيير أنها تنطلق من المناطق المهمشة ومن القرى والأرياف ثم تأتي إلى البدن لأن المدن فيها مصالح ناس عندهم تجارتهم وأعمالهم وبشريعهم مش سهل يضحوا فيها ويأتوا ويخرجوا في ثورات طبعا هو مثلا الثورة السودانية بتاعت 2018 بدأت في مدينة صغيرة وهي مدينتي مدينة الدمازين فهي جنوب السودان الحالي ثم انطلقت الخرطوم ولكن الأرياف ليست المدن حتى هناك بدأت في المدن الثورة بتقوم عندما تكون تعارض في المصالح مصالح الثوار مع مصالح الجهة المهيمة فبالنسبة لنا أن السودان فيه السودان منطقة بلد واسع جدا وكبير فكان محتاج لفترة كذلك فالانتخابات تكون في كل السودان كم شاركوا في هذه الثورة خمسة مليون سبعة مليون كم هم الواعيين بمسألة التغيير الاجتماعي لكن قائطا غير الواعي أصلا ما بيروح ينتخب لا بنتخب الانتخابات هذه الوسائل الإشكالية الموجودة في السودان يمكن شراء الأصوات تسهب لكل المناطق نحن كنا نحاول أن يكون هناك نوع من التوعية السياسية لفتح مرحلة يديدة الزمن ليس لصالحك أنا بتكلم عن شيء لأنه دفعنا ثمنه غاليا بمعنى آخر أنت لو لجأت لصناطيق اقتراع وحاولت أنك تصلح أو تغير ممكن ما تقصن النظام القديم مئة بالمئة ممكن أقصرته سبعين في المئة ستين في المئة لكنك أنت يعني يعني قطعت الطريق على العسكريين بأنه إحنا الآن أمام حكومة منتخبة لأنه كمان العسكريين كانت حجتهم في مسألة الانتخابات لم تكن هذه الحجة حقيقة يعني كانوا يستخدمونها لأنه كان الجزء من السلطة هم عندما انقلبوا على السلطة كان الاتفاق أن المدنيين يحكمون الفترة الأولى الفترة الانتخابية كان متفق عليها أربع سنين ففي الفترة تم تعديلها من بعد الفترة النصف الأول يكون الحكومة الرأس مليس السيادة يكون عسكريا والجزء الثاني يكون رأس مليس السيادة مدنيا عندما انتهت فترة العسكريين وقرب مرحلة المدنيين تم الانقلاب على السلطة وتم انقلاب 25 أكتوبر فهي المسألة بوضوح هو صراع من السلطة ليس علاقة بالتحركة ألا تعتقد أن الذي سمح لنفسه بعد أن كسب ثقة الثوار سمح لنفسه أن يتقاسم الأدوار مع العسكريين ووضع ثقته في العسكريين ورضي أن يحكموه أول سنتين على أن يتنازل له فيما بعد ألا تعتقد أنه شريك في هذه الجريمة التي حدثت هذا ما يقوله معظم السودانيون هذا ما نسميه الهبوط الناعم هذا ما يعتقد الكثير من السودانيين خطأ كبير وأنت ماذا تعتقد أنا أعتقد بأنه في تلك الفترة وفقا للتغديرات تغديرات السياسيين في تلك الفترة دفعت أنا عن مسألة تغاسم السلطة وقت يزن حاليا الموقف يتغير كنت أعتقدت بأن العسكريين تعلموا وأن قوة دفع الثورة سيجعلهم يتنازلون تدرييا بالسلطة أغلبية السودانيين كانوا يعترضون على ذلك لأنهم يسمونه هبوط ناعم لأنهم يعتقدون بأن العسكريون عندما يتزوقون طعم السلطة لن يتركوه وصح كل من انتغدنا في ذلك الوقت هذا هو الموقف السليم كان يجب أن تصل للثورة إلى نهاية المنطقية طب شو قصة اللوهاث في تلك الفترة خلف إسرائيل كل واحد يحاول يتقرب من الصهاينة بشكل أو بآخر سواء من المدنيين أو من العسكريين الذين تقاسموا السلطة هل كانوا يعتقدوا أن ذلك يمنحهم صمام أمان مثلا المدنيون إطلاقا لم يسعوا سواء كان بالخطاب أو بأي وسيلة أخرى للتقارب مع إسرائيل كان الشقيين العسكريين الشقيين هم الذين يسعون الإسرائيل حمدتي والبرهان رئيس الحكومة ما تواصل مع الإسرائيليين لا لا أبدا حتى إنه إطلاقا لم يتواصل والاتفاق الأول في يغندا كان ذهب للبرهان ومن بعد حمدتي لديه تواصل ولكن السلطة المدنية لديها علاقة بإسرائيل العسكريون لأنهم كانوا ولم يعطيهم هذا مؤشر إنه هدول الناس بيشتغلوا بيخططوا متجهنينهم آه لأنه كانت سرية حتى الإسرائيليون هم الذين كشفوا ذلك عندما ذهب البرهان والتغى بالإسرائيليين كانت سرية والصحف الإسرائيلي التي كشفته وهم يعتقدون بأن المنفذ إلى قلب أمريكا هي إسرائيل وكانوا يتخوفون من أمريكا التي كانت تدعم التحول الديمقراطي في السودان لأسباب خاصة بها فلذلك كانت تسارع بين الطرفين لإسرائيل ولكن هذه الجملة ممكن نتوقف عندها قليلا لأسبابها الخاصة تدعم أمريكا التحول في السودان لحدتك تقول عنه التحول الديمقراطي نعم مع أنه كان بدون أدوات ديمقراطية نعم لماذا؟ أنا أعتقد أنه الإسرائيل الأمريكية للفترة القادمة تضع السودان في قلب إسرائيل ذكرت لك سابقا بأن قانون الشفافية والتحول الديمقراطي في السودان تصادر من الكونغرس الأمريكي في سنة 2020 تم تمرير هذا القانون مع قانون الدفاع الأمريكي وهذا القانون أهم قانون يصدر في أمريكا والدفاع الأمريكي البطاعة أنه التمويل للغوات الأمريكية والتحالفات وغيرها ما شفت أمريكا من السودان السودان من حيث الموقع والموارد يعني نحن في موقع مهم جدا نحن بيننا وبين الخليج والسعودية وهذه مثلا البحر الأحمر وهي المنطقة السراتيجية والأهمية السراتيجية للولايات المتحدة لدول الخليج معروفة نحن نقع على جنوب مصر وهمية مصر في كقيمة ذاتية وأيضا في الصراع وهمية في الصراع العربي الإسرائيلي معروفة معروفة نحن نحن مدخل أساسي لأفريقيا والسودان عندها أمريكا عندها إسرائيلي في الأفريق إنه أكبر سفارة تغريبا موجودة في السودان ودول كثيرة يعني مثلا التنافس في النفوس بين الروسيا عندها النفوس في أفريقيا الوسطى وفي مالي حاليا وفي النيجر وأمريكا هناك صراع حول النفوس ألا يدعم ألا يختم هذا الرواية التي تقول أن نظام البشير كان داعما لحركات المقاومة في فلسطين وأن الولايات المتحدة تريد نظاما جديدا يتعاون معها ويمنع ذلك التعاون أنا لا أرى ولم أشاهد أي شيء بأن نظام البشير كان يدعم حركات المقاومة نظام البشير كان يدعم كان في حالة حصار حتى عندما أتى باللدن للسودان في تلك الفترة تم استخدامه ووافغ نظام البشير لتسليمه للسعودية غير إن السعودين رفضوا عندما كان هناك المناطلة الفرنسي كارلوس كان في السودان وساعد المقاومة الفلسطينية نظام البشير قام بمقاعدة مع فرنسا وسلم كارلوس في فرنسا هذا النظام لم يكن له أخلاق نهائيا لم يدعم أي مقاومة استخدمهم استخدم كارلوس تم أخص أموال بلادين ومشاريعه تم استخدام أخرون كثر فأنا لا أرى الإسلامية المصريين موجودين في السودان لابدين كل هذه السعودية كل هذه الدول أمريكا تستخدم أمريكا ليس في كل الأحوال أمريكا تريد أن يحكم من يشابهها في الممارسة السياسية السياسية أحيانا من مصلحة أمريكا أن تكون دولة في منطقة معينة مثلا دولة إيران من مصلحة أمريكا تكون موجود إيران بهذا الشكل حتى يمكن الاستفادة من الصراعات البين وكفة الزعب طيب عشان هو الحديث يتشعب ولكن نحن تحزننا تلك الدماء النازفة في السودان تحزننا تلك القصص المروعة التي نسمعها ما الذي أوصلنا إلى هذه الحال وحقيقة ما يجري الآن هل فعلا هناك جرائم اختصاب بهذه الطريقة هل هناك اختطاف للأطفال كما نسمع ممكن بس نحكي شوية أرقام شوية معلومات حقائق عن الذي يجري الآن بعدين نحاول نفهم خلفياته نعم أنا مهتم جدا بمس هذه الامتهاكات التي تحدث في السودان منذ أن بدأت هذه الحرب قام ذكرت يوم 15 أبريل 2023 هناك مآسي حقيقية هناك عدد كبير جدا من الجسس التي وجدت في البيوت بسبب الجوع بسبب عدم إمكانيات الخروج هناك أكثر من 17 ألف من الضحايا حتى الآن أنا أتحدث عن المدنيين فقط هناك هجرات داخلية وخارجية وصلت لخمسة أو سبع مليون هناك مدن دمرت تماما الخرطوم أصبحت مدينة أشباح ذكرت لي أحد صديقاتي كانت في السودان في طريق خروجها أثناء الحرب الأيام الأولى من الحرب إنها لن تستطيع حتى الآن نسيان الجسس التي تشاهدها وهي في طريقها للخروج من السودان كمية من الجسس مترامية في أطراف الطرق السودان ماسا حقيقية امرأة كانت في منزلها خرجت زوجها لشراء بعد الأك وليس هناك أحد آخر لأن كل الناس خرجوا حدث له حادث تم أخذه للمستشفى مات في المستشفى بعد فترة المرأة الموجودة في المنزل ماتت من الجوع هناك مآسي إنسانية هناك اختصابات ليست لدينا توثيقات كافية عن هذه لأن طبيعة المجتمع السوداني ليست بالجرأة التي يمكن للمرأة أن تذكر التفاصيل ما حصل لوجود دلة هذه طبيعة يمكن فهمها ولكن بكل تأكيد هناك اختصابات تمت هناك انتهاكات متعلقة بانتهاكات إسنية تمت في منطقة دارفور شاهدنا أشخاص يتم قتلهم وتصويرهم بصورة بشعة شاهدنا فيديوهات لأشخاص يتم قتلهم وبقرب وطونهم وأكل الكبت انتقاما شاهدنا أناس خرجوا من الاعتقال أحياء ولكنهم ليسوا بأحياء عظام شاهدنا كل هذه الفيديوهات موجودة وموسغة هناك مأساة حقيقية في السودان انتهاكات حقيقية في السودان كشفت هذه الحرب بشاعات لم أتوقعها في شعبي بشاعات مبالغ فيها هذه الانتهاكات كلها سواء كان هي جرائم دولية هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل جماعي كشفت القراهية صغافة القراهية بدأت تنتشر يمكن أن يتم اعتقالك بواسطة الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة لأن شكلك يوحي بأنك من القبائل التي ينتمي إليها معظم قوات الدعم السريع يمكن قتلك بواسطة قوات الدعم السريع عندما تشاهد بأنك لديك علاقة بين قوات المسلحة فالمآسي كثيرة في السودان وهذه الحرب لذلك نحن حزينين لأن الإعلام لم يسلط الأضواء بعض المسائل العلامية تذكر بعض الجرائم الموجودة ولكن هذه المآسي الإنسانية ليس لها تقطية كافية لكن بفضل التكنولوجيا كلها موثغة نحن وغيرنا كثر يعملون على توسيق هذه الجرائم لأننا سوف نعمل قدر ما استطيعنا ألا يفلت كل من ارتكب أي من هذه الجرائم من العقاب مهما طال الزمن أنا بحاول أفهم ما النفسية التي يتحرك بها ابن بلد يعتدي على سيدة من بلده فيغتصبها أو يبقر البطن أو يحرق الأبناء أمام أمهم أو الأطفال يعني ما الذي يريد يعني ليست مثلا أنه قبض على شخص قاتل وأراد أن ينتقم منه هؤلاء ينتقمون من النساء والأطفال والآن هناك تقارير بخيفة تتحدث عن نساء حوامل يعني بأعداد كبيرة جدا نعم نعم خطابة القراهية أسوأ الشيء خطابة القراهية جزء من المعانا التي تمت في رواندا كان بساهم بساهمة أساسية وتمت محاكمة الأطراف المطورطين فيها كانت واحدة من الإزاعات وكان هناك مزيع بشهور يقول نصف القبور فارغة من يساعدنا على ملئها يعني هذه الدعاية بين التوتسو والهوتو وهو كان يدعو يحمس الناس للقتل أن نصف القبور فاضية هل يساعدنا لأنهم يريدون قتل الطرف الآخر كلية خطاب القراهية هي التي ساهمت في لعبة دور أساسي في جرائم التي تتم هناك خطاب قراهية بالشكل كبير جدا في الإعلام في السوداء في الوقت الراهي كل المرارات التاريخية القديمة التي ذكرتها لكسوة كان مسألة عدم وجود عدالة اجتماعية عدم مشاركة في السلطة مسألة حيمنة تجلت بالشكل بشع خلال هذه الحرب وهناك انتغام مثلا عندما تم الهجوم في الخرطوم في المناطق الراقية تم سرقة بيوت الناس واحتلال الهوامش هذه المناطق هي مناطق فقيرة فقيرة حول مناطق غنية كانوا يعتمدون على الأغنياء في غسل العربات أو بيع الأشياء عندما بدأت الحرب وبدأ الناس يخربون من بيوتهم هؤلاء الجيران الذين ليسوا ببعيدين ذهبوا لهذه المناطق سرقوا البيوت يكشف لك مرارات عميقة موجودة بسبب التفاوت الاجتماعي الموجود هذه واحدة من الاشكالات التي كشفتها لأن الحرب عدم وجود العدالة الاجتماعية المرارات الموجودة تجلياتها بشكل بشع القك كنا لا نعتقد أن السودانيون يمكنهم أن يقوم بمثل هذه الأفعال لم نعتقد أننا سنشاهد مثل هذه المشاهد يعني إحنا بالنسبة لأن في سمعة السوداني في العالم العربي أنه شهم كريم بسيط طيب الناس في رمضان الكل يضع طعامه على باب المنزل والكل يتقاسم الطعام وجه بشوش حليم صبور لكن رأينا فضاء أعيانهم لا نكاد نصدق أن هؤلاء هم السودانيون نعم قصص الشر تغضى على قصص الخير هناك أيضا لا زال السمة الأساسية هي هي لم نشاهد عدد كبير جدا من مخيمات اللي يو في السودان بسبب التكافل الاجتماعي عدد كبير جدا من النازحين بالداخل تم احتوام بواسطة مكوناتهم الاجتماعية الموجودة وناسهم فقدوا كل شيء فقدوا منازلهم عرباتهم وأملاكهم أموالهم فتم احتوام مساعدتهم من قبل السودانيين آخرين ولكن في لحظة المآسي أيضا بتصهر الإنسان خير شر بتصهر الجانب السيء شاهدنا في بعض المناطق ارتفاع رفع السودانيين لإيجارات للنازحين وشاهدنا هذه البشعات الموجودة ولكنها موجودة في كل المجتمعات لو رجعنا لكل التاريخ يعني كل التاريخ لا يمكن يسسنا هذه المسألة ولكن الفقر مشكلة عندما كان يذهب السودانيون إلى مصر كانوا يذهبون بوضعية جيدة والتعامل معاملكم بشكل جيد في هذه المرحلة هناك ناس اضطروا أن يذهبوا عبر الصحراء بالأمس مات عدد من السودانيين بسوى السخانة باحتفاع الحرارة في طريقهم إلى مصر هؤلاء عندما يذهبون وعدد كبير لا يملكون كل شيء فنتوقع منهم بعض الممارسات غير المقبولة الفقر يؤثر على الإنسان بشكل سيء جدا المرارات التاريخية تؤثر على الحاجات يعني فالسودانيون بصفة عامة ربما يحتفظون بسيماتهم الأساسية ولكن فينا الأشرار وليست هذه مسألة جديدة نحن في ظل الأنظمة العسكرية كانوا يضعون المعارضين في بيوت الأشباح كل أشكال التعذيب من يقوم بتعذيبنا نحن المدنيين المناطلين ضد النظام سودانيون لا نستورة مجرمين لدينا مجرمين محترفين من أبناء بلادنا شيء محسن وهو مكرر في كثير من دولنا للأسف لكن يعني هل من أفق؟ دائما هناك ضوء ألف النفق نحن متفائل جدا الشعب السوداني لم يخط هذه التجربة إطلاقا نحن حاربنا لإستعمار لمعض الوقت ولكن نلنا استغلالنا بالتفاوط كانت هناك حرب محدودة طويلة جدا ولكن كان في جزء من السودان سواء كان في الغرب أو في جنوب هذه المرة هذه الحرب كان في كل السودان لامست كل السودانيين وأصبحنا نسأل الأسئلة الكبرى أسئلة السلطة والثروة العدالة الاجتماعية المساوى العرية بشكل جاد لذلك أنا أؤمن بأن هذه الحرب سوف تنتهي سوف تكون هناك هناك محاولات أن إنهاء هذه الحرب عبر المفاوضات وسوف يبدأ غد جديد لأن الحروب كما حدث في أوروبا بعد الحروب الكثيرة في أوروبا الأوروبيين توصلوا لمسألة السلم يعني مفهومة دولة الأمة عندما أتت في سنة 1648 في وستيفاليا دولة الأمة جاءت نتيجة لهذه الحروب الموجودة في المناطق الحرب العالمية الثانية أو الحرب العالمية الأولى أدت إلى الفكرة أن يكون المجتمع الدولي الحرب العالمية الثانيات مثالة المحاكمة النورين بيرك والعدالة والمحكمة الجنية السحاليا كلها نتاج لهذه الفضاعات الفضاعات بقدر ما أنها سيئة تأتي منها حلول ونحن نعتقد بأننا عندما ننتهي من هذه التجربة المريرة سوف نتعلم الكثير سوف نتعلم كيف نتعايش سوف نتعلم بأن الحرب ستؤثر علينا جميعا سوف نتعلم أن العدالة والمواطنة المتساوية هو الحل الأساسي سوف نفكر بشكل مختلف لبناء مؤسساتنا مؤسسات لا نقوم على الإخصاء والإحتواء بل على المشاركة على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي والمستوى الاقتصادي وتحقيق عدالة حقيقية في السودان أنا متفائل جدا وأنا لا أعتقد بأن هذه الحرب سوف تستمر لأكثر من عام بأسوأ التقديرات وطريقة تفكيرنا مختلفة أنا أخوض حوارات كثيرة مع زملائي من السودانيين والحوارات التي نخوضها حاليا ما كان لنا أن نخوضها قبل عام أو خمسة عوام لو لا هذه الحرب فكل التفكير بدأ يختلف وبدأنا نطرح كل هذه الأسئلة وأنا أرى سودانا مستقبليا مختلفا تماما يعني فيه ديمقراطية فيه مساوى سودان منفتح للدول الجوار على العالم ولكن يبدو في سبيل ذلك هناك فتورة كبيرة جدا وعالية جدا من الدماء ماذا نفعل نحن كعرب وسودانيين في بريطانيا والعالم من أجل يعني إحقاق العدالة من أجل حق الدماء من أجل أي فعل فعلا إحنا أسوأ شعور يتملكني ويتملك كثيرين مثلي عندما نرى دماء أهلنا وإخواننا كما هو حالنا في غزة عندما نجد هذا في السودان نكون في حالة حزن وقهر ونسأل أنفسنا ماذا يمكن أن نصنع ماذا يمكن أن نفعل ما تفعله الآن مثلا مثلا هذا اللقاء نقاش موضوع السودان تسليط الضوء على السودان تعبئة الرأي العام هذا يساعدنا كثيرا عندما يقوم كاتب يتبعا عن السودان والمأساة بالسودان ولا بد أن يكون هناك حل يؤثر على الرأي العام بالشكل أو آخر نحن يمكن أن نتجاوز خطاب القراهية بالتعلم من الآخرين يمكن أن نستدفع للحل السلمي يعني هناك طائفة من السودانيين يدفعون بقوة في اتجاه الحسم العسكري وهذه هي مأساة فنحن نؤمن بالقلم بالصوت بمناقشة الغضايا لو كانت الغضية السودانية على دائرة الإعلام بشكل قوي لا تم حل هذه القضية الآن لا تم تدخل فاعل حقيقي مثلا نحن نعلم أن بعض الدول العربية تتدخل بشكل سيء في القضية السودانية دولة ما تساهم في دعم القوات المسلحة عسكريا ومعلوماتيا ودولة أخرى تقوم بدعم قوات الدعم السريع بكل الوسائل نحن نريد من الرأي العام أن تضغط على هذه الدول أن تمتنع التدخل في شأن السوداني بالشكل السلبي لأن الأزمة السودانية ستؤثر على الكل مثلا حاليا المصريون متأثرون بوجودنا في مصر هذا أقل شيء ولكن هناك موارد اقتصاد مصر مرتبط بشكل كبير جدا بالسودان بشكل أكثر ما يعرمه الرأي العام العالمي العربي لأن كثير من المنتجات التي نجدها في مصر هي منتجات سودانية وتدخل بصورة حتى دون أن يتسفيد السودان هناك تداخل على مستويات مختلفة لا أود الخضف تفاصيلها ولكن هذه الحرب أثرت على مصر أثرت على اقتصاد مصر وإذا استمرت ستؤثر على مصر أكثر هذه الحرب تؤثر على دول الجوار يعني مثلا الذهب هناك ذهب من السودان يسهب إلى عدد كبير جدا من الدول وبالتهريب هذه الدول لديها مصالح في استمرار هذا الحرب لأن وجود حكومة حقيقية سوف تمنع يمنع ذلك نحن نريد من رأي العام تسليط الأضواء على نهب الثروات السودانية ودور هذه المسألة في الحرب الحرب أيضا هناك نزاع للنفوز أيضا نريد أن توعية السودانين وغيرهم عبر الإعلام بأن التدخلات الخارجية وصراع النفوس كل الجهات المتدخلة لديها مصالحها الخاصة وليس بالضرورة هذه المصالح تتوافق مع مصالحنا يجب أن تكون هناك رؤية واضحة بلدية السودانيين يقوم على التركيز على المصلحة الوطنية مع التعاون مع الخارج كلمة أخيرة شكرا جزيلا لك أخي عدنان ولكل الطاغم وللمشاهدين أنا سعيدة جدا أن هناك منفذ للحديث عن السودان ومحاولة تسليط الضوء عن القضايا المختلفة في السودان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك